قام اللواء أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبيان بوضع حجر الأساس لمشروع قرية الخيرين افتسع في مديرية خنفر كما افتتح بئر قرية الديو في نفس المديرية بإشراف جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت وتنفيذ مؤسستي نابع الخير الخيرية وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود حملة الكويت إلى جانبكم لتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية في المنطقة وأشاد محافظ أبيان بتنفيذ هذه المشاريع ودورها في تحسين الحياة لسكان المنطقة مؤكدا أن هذه المشاريع تعكس الدعم الكويتي لليمنيين والمساهمة في توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية الضرورية للسكان في البلاد طبعا المشروع حاليا مستمر في تنفيذه حوالي تقريبا 10% العمل في جاري المشروع يتكون من 30 واحدة سكانية لنغل الناس من العشش ساكن فيها إلى المنازل الجديدة أضافة إلى مسجد مدرسة وحدة صحية ومشروع مياه ونغل الناس الذين يعيشوا في العشش إلى مساكن حضارية نتقدم بكل الشكر والتقدير للجهات الأخوان الأشقة الكويتيين الممولين لهذا المشروع والمشرفين عليه ندشن اليوم العمل في قرية النشيرة ضمن قرى الخيرين التي تمولها جمعية النجاح الخيرية هذه المشاريع التي تحتوي على تجمعات سكانية حضارية بناء منازل مناسبة وحياة كريمة للأسر المستفيدة مع الأثاث المتكامل والمنظومة الشمسية بالإضافة إلى تزويد هذه الأسر بسبل العيش الخدمات التعليمية تمثلة في بناء مدرسة وكذلك مركز وحدة صحية بالإضافة إلى مشاريع أو مشروع المياه بالإضافة إلى المسجد هذه الخدمات المتنوعة التي سيحظى بها المتضررون في هذه المناطق التي كانوا يعيشون ظروف صعبة